اللهم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثامن من مايو لدينا تطورات هامة القوات الروسية تقدمت في نحو ستة مواقع في عدد من المحاور كذلك لدينا المزيد من المعلومات حول الضربات الروسية التي طالت الأراضي الأوكرانية فجرا إضافة لبعض الأمور العسكرية المتعلقة بالمساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا لذلك رجاء أن تابعوا الفيديو حتى النهاية ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو على أوسع نطاق سنبدأ مباشرة بقطاع أفديفكا شمال مدينة دانياتس في شمال قطاع أفديفكا أحرزت الوحدات الروسية تقدمين في هذا الاتجاه على طول السكة الحديدية تلاحظون أن القوات الروسية مصرة على التقدم على طول السكة الحديدية كما أشارت لكم بالأمس طبعا هذا التقدم الأول كان بعمق 300 متر وطبعا بنحو عرض نصف كيلومتر استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون التقدم الثاني أيضا كان في اتجاه جنوبي السكة الحديدية استطاعت الوحدات الروسية التقدم بدقة عمق نحو 323 مترا وبعرض 393 مترا واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري التي تشاهدونها القوات الروسية تحاول الاقتراب من هذه المنطقة والدخول إلى ما خلف سوكيل وربما المحاولة لقطع الاتصال بين إيفنريفكا وفوشخوت وبين سوكيل تحاول لربما التقدم على طول هذا الاتجاه ولكن في هذه المنطقة يوجد تحسين أوكراني طبعا ننتظر ما الذي ستفعله القوات الروسية ربما تحاول تفادي هذه التحسينات الأوكرانية التي تشاهدونها هنا والتقدم عبرها إضافة إلى ذلك تحاول القوات الروسية بمزيد من القصف الجوي واستخدامها الطائرات المسيرة استهداف القوات الأوكرانية عند هذه التحسينات والتقدم من الجهة الشرقية إلا أن الأمر ليس سهلا عطلاقا القوات الأوكرانية الموجودة هنا لديها قدرة دفاعية كبيرة وبالتالي ما زالت حتى لحظة تقوم بعمليات مقاومة وتحاول منع القوات الروسية من التقدم التقدم الثالث للقوات الروسية كانت في هذه المنطقة في اتجاه نوفو بكروفوسكي استطاعت الوحدات الروسية التقدم بعمق أقصى 390 مترا بامتداد 1 كيلومتر القوات الروسية سيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري طبعا كما أشارتكم سابقا وأقولها دوما القوات الروسية لا تحب ترك الفراغات تقدمت في هذه المنطقة وبالتالي تلاحظون باتت مواجهة بشكل 180 درجة لبلدة نوفو بكروفوسكي وتحاول الضغط عليها من كافة الاتجاهات الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية وبالتالي أمام القوات الروسية مزيد من الفرص للضغط باتجاه هذه القرية طبعا ذكرت لكم أن المنطقة الرمادية تمتد حتى هذه النقطة هنا تحديدا القوات الروسية تتقدم ولكنها تتعرض لضربات من القوات الأوكرانية ما دفع للانسحاب إلى الخلف وأو أحيانا ليتم تدمير المعداد إضافة إلى كل ذلك القوات الروسية وضعت لكم أيضا فيديو حول تدمير آلية القوات الأوكرانية عند هذه كتلة الأشجار هذه تحديدا منذ أيام أتمنى أن تنضموا إلى قناة التليجرام سأضع الرابط في أول تعليق وبالتالي معركة كبيرة وقاصية في هذا الاتجاه طبعا تعد نوفو بوكروفوسكي بداية المعركة باتجاه نوفو سيريفكا طبعا بلدة همة بلدة كبيرة وبلدتك في بداية الخط الدفاعي الثالث الذي أنشأته القوات الأوكرانية لحماية بوكروفوسكي من أي تقدم روسي هذه هي بوكروفوسكي هنا إذلك معارك ضخمة صعبة ليست بالسهلة إطلاقا القوات الروسية تواصل أيضا عمليات عسكرية باتجاه محيط سيمينيفكا تحاول التقدم وأيضا في هذه المنطقة تحاول السيطرة على هذه الكتلة تحديدا ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة طبعا التقدم الرابع للقوات الروسية كان في اتجاه كراسنوريفكا فعد التقدم الصباحي الذي أحرزته القوات الروسية ودخلت من الجهة الشمالية والشرقية القوات الروسية عاودت توسيع سيطرتها تقدمت على طول هذا الشارع بعمل مائتين وستين مترا وفي هذا الاتجاه تقدمت بنحو سعمائة وعشرة أمتار طبعا بعرض مائة وثمانين مترا واستطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون القوات الروسية كما أشرتكم في الفيديو الصباحي تحاول أن تقوم بعملية تطويق للقوات الأوكرانية تحاول الضغط عليهم من هذه الاتجاهات لربما أو تقدم على طول هذا الاتجاه تحاول فرض معادلة إما التعرض القطب أو الانسحاب وهو طبعا ما يتم تنفيذه عبر استهدافهم بأشد أقصى القنابل الروسية الموجودة استهداف كثيف للقوات الأوكرانية من قبل قنابل الفاب والمدفعية الروسية الثقيلة بهذا الاتجاه أمر إضافي آخر التقدم الخامس للقوات الروسية فهو كان في اتجاه محور جنوب دانياتس فبعد التقدم الصواحي الكبير ودخول القوات الروسية إلى ستارو مايورز تحاول القوات الروسية أحراز مزيد من التقدم تقدمت بعمق 786 مترا بهذا الاتجاه وبعمق 200 متر بهذا الاتجاه على انتداد 1 كيلومتر استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري وبالتالي تلاحظون أن القوات الروسية ربما تحاول أيضا التقدم على طول هذا الطريق وفرض أيضا عملية تطويق لقوات الأوكرانية موجودة في ستارو مايورز والضغط عليها من هدة اتجاهات لذلك لننتظر هل ستنسحب القوات الأوكرانية أم أنها ستشن هجمات مضادة وتستعيد من خلالها المواقع التي خسرتها في كامل هذه المنطقة في الأويناء الأخيرة أو ستقوم بعمليات دفاعية وتستنزف القوات الروسية طبعا يبقى سؤالا مفتوحا الوقت وحده سيجيب عن هذه الأسئلة أما فيما يتعلق بالتجاه زاببروجي رجاء أن تابعوا الفيديو حتى النهاية نظرا لأهمية المعلومات طبعا في اتجاه زاببروجي تتواصل الاشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية استخدام مكثف للقوات الأوكرانية يستخدمون بشدة الطائرات بدون طيار كذلك القوات الروسية وبالتالي كما قلت لكم لا يوجد منازل الاحتمال وهنا صعوبة المعركة لذلك المعركة فعلا عنيفة في هذا الاتجاه تحاول القوات الروسية التقدم عند هذه المنطقة هنا تحديدا من الجهتين الجنوبية والغربية كذلك تستمر المواجهات عند هذه المنطقة الرمادية طبعا ننتظر مزيدا من التفاصيل في حال وردت أي تفاصيل جديدة معلومات جديدة سأخبركم بها فورا أما التقدم السادس للقوات الروسية فكان في اتجاه نوفو السيري بيسكي طبعا في هذه المنطقة القريبة من محور زراتوف استطاعت الوحدات الروسية تقدم بكل من استين ماخيفكا طبعا ضغط روسي كبير في هذه المنطقة منذ ساعات الصباح تحاول الوحدات الروسية تقدم استطاعت إحراز تقدم في هذه المنطقة على انتداد 1.7 كم وبعمق تقريب 2.15 مترا استطاعت تقدم على طول هذه المنطقة وتثبيت نقاط سيطرة لها تحاول لربما القوات الروسية تفعيل محور هذا الاتجاه في اتجاه استين مخيفكا وبيرستوفي لماذا هي النقطة الأقرب بين هاتين المنطقتين طبعا باتت المنطقة هنا أيضا أقرب باتجاه تبايفكا والنهر الفاصل تحاول القوات الروسية تفعيل كافة العمليات في هذه الاتجاهات والضغط على القوات الأوكرانية وبالتالي هل ستنجح بذلك هنا يبقى السؤال الهام الأوكران تحدثوا أن هناك تهديدات فعلية لبعض الطرق اللوجستية للكوات الأوكرانية في هذه المنطقة فيما يتعلق بالضربات الأوكرانية أحبائي الضربات طالت عددا من المواقع الهمة ومحطات الطاقة طبعا ذكرت لكم صباحا محطات بورشتين وستيري طبعا في هذه المنطقة بورشتين وستيري وليفيف وطبعا غيرها من المنطقة إضافة إلى ذلك كان هناك تدمير لمحطة في هذه المنطقة استهدافها وليس تدميرها لنكونوا دقيقين إضافة إلى ذلك طبعا كان هناك ضربات باتجاه محطات تحويل طاقة باتجاه أيضا كان هناك ضربات عن محطات تحويل طاقة في كريمنشوكو ومحطة بوردوفا الفرعية هنا أيضا باتجاه محطة دانيبرو الموجودة في مدينة زبوروجي تم استهدافها إضافة لكل ذلك تواصل القوات الروسية عامية الاستهداف الكبيرة أمر إضافة آخر أحبائي وهو ما ذكرناه منذ فترة طويلة حول اعتماد اعتمد البلان الأوكراني مشروع كانون بشأن تعبئة المدانين كان هناك فكرة تم ضرحها سابقا أن الأوكران بحاجة لبناء دفاعات وبالتالي بحاجة لجنود ولكنهم لا يستطيعون أن يتخلوا عن الجنود فكانت تراودهم فكرة أن يتم تعبئة المدانين المحكومين بالسجن وطبعا يرسلونهم يعطونهم مجرفة بدل السلاح هم يبنون الدفاعات والجنود تقاتل طبعا اعتمد البلان الأوكراني هذا المشروع إضافة إلى موضوع إرسال دفاع جوي وفقا ببطة قرية اشترت رومانيا ستة أنظمة باتريوت لأوكرانيا تمنقل أربعة منهم بالفعل إلى أوكرانيا ولكن يقال أن ثلاثة منهم فقط تعمل طبعا هناك مشكلة في موضوع التدريب على الباتريوت نتحدث عنها لاحقا حتى ذاك الحين تابعوا الفيديوهات دوما جميعا لا تنسوا الانضمام من القناة ولا تنسوا مشاركة الفيديو رجاءا والدعم المادي للقناة التفاصيل موجودة بلصف خاص بالفيديو شكرا لكم دوما وإلى اللقاء بفيديو آخر